السلام عليكم ورحمة الله نواصل الحديث تكلمنا في المحاضرة السابقة عن وحدثت هنا عملية الاكستراكشن بعدها نترك التوليكويتس توجهدر من أجل الفصل الرافينيت من الاكستراكت عند هذه المرحلة نكون سحبنا المركب الذي نبحث عنه من الفيد وهو دلوقت موجود في الاكستراكت فالخطوة التي تلي هذه المرحلة إننا نفصل هذا المركب من الاكستراكت طيب قد يسأل سائل هذه المادة كانت موجودة هنا في الفيد دلوقت هي موجودة في الاكستراكت نحن خرجنا من حفرة ونزلنا في حفرة أخرى هذا صحيح لكن عملية الفصل في هذه المرحلة بتكون أسهل بكثير جدا جدا من الفصل في الحالة الأولى وهذا هو مبدأ عملية الفصل إننا بنخرج المادة المطلوبة من الفيد نضعها في مركب آخر نستطيع بسهولة إننا نفصلهم من بعضهم البعض وهي عملية ناخد مثال مثلا في عملية في عملية استخلاص الزيوت من البزور بنضيف سولفنت هو مثلا الهكسين له إلفة نحو الزيت يسحب هذا المركب الزيت فنتحصل على خليط من الزيت والهكسين بدل ما كان الزيت موجود في البزور صار موجود في خليط الزيت هكسين كيف نتخلص من الهكسين؟ في هذه الحالة الهكسين يتبخر عند درجات حرارة أقل من تسعين درجة مئوية بينما الزيت يتبخر عند أبوض 200 ديجري سلسيوس فبالتالي يسهل التخلص من الهكسين وبذلك نتحصل على فريش برودكت فthe recovery of the solvent is the final stage it is the most important stage وكما عملية الكристاليزاشن عملية الـ liquid-liquid extraction is always followed by another separating process في عملية الكристاليزاشن لو تذكروا كان هناك عملية فصل للبلورات من الماغمة بواسطة الفيلتراشن أو بواسطة السنترفيوغيشن في حالة الـ liquid-liquid extraction تصاحب هذه العملية عملية فصل أخرى هي مثلا عملية الـ distillation أو عملية الـ evaporation من أجل التخلص من السولفن والحصول على المنتج المطلوب بصورة عالية كما ذكرنا عملية الـ liquid-liquid extraction يمكن أن تكون batch ويمكن أن تكون continuous كما سنرى في المحاضرات القادمة